متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله جايلكم بقى بموقع الموقع ده فعلا جدية اعتقد ان انا كنت تناولته من حوالي سنتين لكن دلوقتي اكيد فيه ادوات جديدة موجودة عليه كتير جدا واعتقد ان ممكن تكونوا مش متذكرين وقوي ولكن النهاردة هنبص عليه بصة تانية بعد اضافة الادوات الجديدة اللي موجودة بداخله لان كل الادوات اللي موجودة جوه الموقع هي ادوات مجانية وهو free يعني موقع مجاني وكل التولز free tools الموقع ده فيه ادوات خاصة بالPDF فيه ادوات خاصة بالصورة فيه ادوات خاصة بالفيديو فيه ادوات خاصة بالكتابة وايضا files tools والfile tools من الادوات اللي موجودة جوه ادوات بيتحل المشاكل الخاصة بالملفات هنبص على كل واحد كده بسرعة وطبعاً حطتلك رابط في الوصفة أسفل فيديو عشان تجرب بنفسك كل الأدوات الموجودة الموقع ده عليه 1 مليون active users وفيه حوالي 10 مليون ملف تم تحولهم وفيه أكتر من 200 online tools موجودين أو فوق 200 online tools موجودين وفيه 50 KBDFs created أو تم توليد 500 ألف BDF من خلال هذا الموقع تعالوا نبص على الأدوات الموجودة داخل الموقع وأول حاجة هعملها هو sign in ويلا بينا أول ما هتعمل sign up في الموقع حبيت بس أن أنا أوريك أن الموقع free تماماً tiny wow is free لكن لو أي حد عايز يعمل support هما اللي بيقولوا كده ممكن أن أنت تصبورت الموقع بمبلغ معين شهري أو مبلغ معين سنوي طب إيه المميزات اللي حيديه لك حيديك نقاس مش هتظهر إعلانات مش هيبقى فيه كاباتشا كل شوية يتأكد أن أنت human أيضاً فيه priority processing to make things even faster السرعة هتكون عالية في أي مثلاً أكشن بتعمله على الموقع هو ده الميزة لكن الموقع مجاني حبيت بس أأكد لكم على مجانية الموقع بالنسبة للأدوات الموجودة داخل الموقع عندنا PDF tools تعالوا نبص على حاجة من الحاجات الموجودة داخل PDF tools نجربها ونشوف 45 أو فوق 45 أداة خاصة بالPDF merge PDF عندك اتنين PDF عايز تنجهم في ملفه واحد من الحاجات للناس كتير جداً بتبقى عايزة تعملها ممكن تستخدم merge PDF edit PDF تعمل edit على الPDF بتاعتك PDF to jpg تحول الPDF لصورة أيضاً وهنا هتبتدي تحمل كل صورة كبيج الوحدة هنا أيضاً jpg to pdf فيه زي ما قلت لك فوق 45 أداة موجودة طب تعالوا نجرب حاجة من الحاجات دي تعالوا نجرب نحول الPDF to powerpoint هنرفع الPDF وهيتحول لBBT powerpoint ونحمله upload from PC or mobile بتحمل الملف بتاعتك الPDF من على الجهاز هنا الكاباتشا الكاباتشا طبعاً عشان يعني ايه في الخطة المجانية أو المجانية عموماً بشكل عام مش هتختلف كتير جداً عن المدفوعة غير في الكاباتشا والأدس وزي ما قلت لك في السرعة بتاعت الأداء بتاعت كل طول لكن كل الأدوات مجانية مفيش أي مشكلة هنا في download ممكن يعمله لي save to device وهنا أنا نزلته عندي على الجهاز حورهولكو دلوقتي كPPT وهنا بيقول لي لو حابب ان انت تحط الإيميل علشان يجيلك أي updates وهنا في scan تقدر نعمل scan QR code عشان تحفظ الملف ده على الموبايل دي حاجة كويسة جداً بصراحة أو ميزة حلوة يعني تعالوا نبص على الملف بتاعنا الPPT زي ما احنا شايفين قام بتحويله لي بي بي تي و ادي التكست اللي موجود جوه تقدر انت تتحكم هنا في التكست بتاعك تصغروا تكبروا ونعرضوا على انه presentation تعالوا بقى نرجع نشوف أداية تانية أو حاجة جديدة نروح للجزء المتعلق بالimage في حاجات كتير قوي منها blur background transparent background crop image add border to image flip image يعني فيه أدوات كتيرة بصراحة خاصة بالimage في ريموف باكجراوند التول يعني اهو موجودة الناس اللي بتقول لي التول موجودة في البريميوم في كنفا ممكن تجرب تستخدم الريموف باكجراوند الموجودة في الموقع image to take تعالوا نشوف الريموف باكجراوند الجودة بتاعتها عاملة ازاي فيه كمان resize image فيه أدوات كتيرة جدا مجانية انا حابق بس اجرب الجودة بتاعت اذالة الخلفية خطوصا لو الخلفية فيها تفاصيل لان ده اللي بيظهر الموقع الجيد من الموقع اللي هو بيكون الجودة بتاعته مش عالي لما يكون الخلفية فيها تفاصيل كتير مثلا صورة زي دي الخلفية فيها هيكون فيها تفاصيل هشوف كده لما عمل ريموف للباكجراوند الكاباتشا حتقبني دايما طول ما انا بستقدم الخطة المجانية زي ما قلتلك الموضوع ما فيشهوش مشكلة ما نستنى شوية لحد ما اعمل لان الانتظار لأي موقع بيارد اعلانات بيكون بالنسبة له افضل لان انت كلما قعدت على الصفحة اكتر او على يعني اشتخدمته اكتر بالآت فبالنسبة له هاي دي بتكون الفايدة او المكسب يعني زي ما احنا شايفين اه دي الباكجراوند انا شايفها بصراحة الحلوة يعني حلوة هو بس فينا جزء شوية جري بسيط في الجزء ده يعني حاجة بسيطة قوي لو انت عايز كمان تمسح حاجة يعني بص او انت البساطة في حتة كده مش عجبك نسحة عالي جدا او وتبتدي تعمل download للصورة فاذا بيقدر يشيل الخلفيات المعقدة نرجع مرة تانية نروح لwrite write فيه او الAI write بزاكة الاصطناعية عندك السي رايتر بالAI content improver تحسن الcontent paragraph writer كل ده بالAI كده زي ما انت شايف فيه ايضا grammar fixer من الحاجات الحلوة قوي ايضا لصحيح الجرامر youtube script writer تعالوا نجرب youtube script writer بما ان احنا يعني محتوانا على اليوتيوب تعالوا نشوف كده ممكن نعمل ايه لك هي generate your script in a second اكتب انت عايز هنا ايه بالظبط هنا هقوله تطبيق هقوله قم بكتابة script عن موقع tiny واو التون بتاع الفيديو professional واللنث بتاعيه يكون medium ونعمل generate ونشوف زي ما احنا شايفين ادي ال script بس ال script اعطهولي هنا باللغة الانجليزية ممكن تاخده وتحوله للغة العربية ما فيش اي مشكلة لو مش عاجبك اعمل rewrite وهنا تقدر تعمله download وتحفظه عندك على الجهاز بتاعك وياريت تعمل لهم rate لو عاجبك ده بيساعدهم ان هم يطوروا من نفسهم تعال نشوف حاجة تانية تعالى نشوف الجزء المتعلق بالفيديو لان فيديو داي همنا كتير جدا هنا عندك youtube to text تحول اليوتيوب لtext هتبقى مفيد جدا للفيديوهات اللي باللغة الانجليزية وبنبقى عايزين نحولها لtext وناخدها نترجمها بقى براحتنا على الرغم ان دلوقتي هو اليوتيوب already بقى فيه خاصية اسمها transcript موجودة اصلا فانت اي دلوقتي موضوع بسيط جدا الا لو حد بقى يعني عمل disable هذه الخاصية لو في disable هذه الخاصية جرد تستخدم اليوتيوب to text نجرب حاجة تانية اعتقد ممكن في audio to text ان انا ارفع audio وحوله التكست تعال نجرب الموضوع ده هرفع من على الجهاز بتاعي audio حاجة باللغة العربية هشوف هيحول هالي ولا لا الموقع ده من زمان جدا احنا تنونا يعني كان لسه في بدايته حتى الانترفيس بتاعته كانت مختلفة عن الشكل الجديد بيقول لك انزا كيو انت في الصف وهنا بيقول لك حاجة اي حاجة هترفعها او ان انت تعمل لها generation هتعمل لها delete في ساعة بعد عملية ال upload فاخد بالك من الموضوع ده وده حلو بالنسبة لل security من وجهة نظر يعني وعشان برضه يفضي ال storage بتاعته يعني التخزين بتاعه فاخد بالك انت في خلال ساعة كل اللي انت رفعته او عملت له generation حيحصل له delete فلازم تحمله قبل موضوع delete هنا بيقول لي your file is ready هزهر لك التكست دلوقتي عشان تشوفه هو للأسف ما بيدعمش اللغة العربية دي بقى المشكلة بتاعت الاوديو انا رفع اوديو باللغة العربية فهو مش عطيهولي باللغة العربية فاذا اوديو تكست هتكون باللغة الانجليزية فحطة الدعم باللغة العربية دي مش هتلاقيها موجودة ولكن بصراحة فيه ادوات كتيرة جدا ممكن تستخدمها يعني مش لازم بقى فيه كمان trim وفيه mp4 to mp3 ببعض الأحيان بنا ما عايزين نحول mp4 to mp3 تبتدي ان انت تقسمه csv لإكسل إكسل لـ pdf مش هن يعني الحاجات دي مش مشابهة للجزء الاولي بتاع pdf يعني فمش هنرجع لوقت مرة تانية بتطبيق اعمال تقدر ان انت تتجرب وتقول لي في التعليقات استفدت ايه من الادوات الموجودة داخل موقع tiny wow اتمنى تكونوا استفدتم من موقع النهاردة موقع فعلا انا بيععتبره هدية بصراحة يعني موقع مجاني فيه ادوات كتيرة جدا كتيرة جدا مجانية واعتقد ما فيش حد بيتفرج على الفيديو بتاع النهاردة ده الا اكيد بيكون محتاج طول من هذه الادوات فيه فوق المتين طولز يعني فاكيد انت فيه طول بتحتاجها او اكتر من طول كمان بتحتاجها اتمنى تكونوا استفدتم موقع النهاردة على القناة كل يوم موقع جديد ونزام بقول لكم في نهاية كل فيديو لو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والكومنت ولو كنت بتشوفنا الأول مرة واستفدت من الفيديو بندعوك إن أنت تتفرج على بقية الفيديوهات إن شاء الله تفيدك ولو عجبك المحتوى بتاعنا ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته